نحو مئتي شركة أمريكية ضحية هجوم سيبراني روسي جديد ذكر موقع بلومبرغ أن مجموعة قراصنة روسية اخترقت نحو مئتي شركة بهجوم واسع النطاق ومستمر ببرمجيات الفدية وفقاً لبلومبرغ هاجم القراصنة ستة من مقدمي خدمات الدعم التقني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مما يتيح لهم الوصول إلى شبكات عملائهم واختراقها ومن المتوقع أن يزداد عدد ضحايا هذه الهجمات مع اكتشاف المزيد من الشركات المخترقة القراصنة هم مجموعة تدعى ريفل هاجمت شركة كاسايا الدولية التي تطور البرمجيات المستخدمة للدعم التقني مطالبة ضحاياها بدفع فدية ونقلت بلومبرغ عن كبير الموظفين التقنيين لشركة بريتش كويست قوله أنه استجاب لعدد من ضحايا الهجوم بمن فيهم مدرسة ومصنع حيث بدأت طلبات الفدية بمبلغ 45 ألف دولار الهجمات المنطلقة من روسيا ليست بالجديدة وتأتي بعد أسابيع من قمة جمعت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث حذر بايدن من الهجمات السيبرانية على البنية التحتية كما اتهم سابقا قراصنة الروس بالهجوم على تسع وكالات حكومية أمريكية ومئة شركة بالإضافة إلى الهجوم على شركة كولونيال بايبلاين مما أدى إلى إيقاف جميع عمليات خط الأنابيب وشحن في الوقود على مدى الساحل الشرقي ترجمة نانسي قنقر